ميس أحمد البريكي، الضابط جمارك رئيسي في حق الجمارك 2006 وحاليا عمل في مطار أبوظبي كمفتشة وعلى طبيعة عمل تفتيش حقاب المسافرين في حين الاشتباه في أي مواد محظورة يتم تحويل حقيبة المسافر إلى الموجه ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واجبنا كمفتشين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحد من انتشار فيروس كورونا الإدارة العامة الجمارك بوظبي تهتم في تطوير الكادر البشري من خلال دورات التدريبية أهمها لغة الجسد، تعامل مع الجمهور والكاشف الأمني من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره تكرر قيادتنا رشيدة وأم الإمارات لدعمها مستمر المرأة الإماراتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر